الجانب الثاني للأسلوب بعض الناس يأمر بالمنكر فيستجلب غضب من نهاه عنه إما بالاستعجال وإما بقوة الغيرة يعني إنسان تدفعه الغيرة عن الدين وهو مطلوب لكن الأثر انظروا إلى ذلك الرجل الذي جاء وبال في المسجد هذا منكر أم معروف؟ منكر منكر أصبح عندنا اثنين ينهون عن المنكر عدد كثير من الصحابة ماذا فعلوا؟ ارتفعت الأصوات ارتفعت الأصوات وأخذوا يؤذونه بالكلام ويرجون أن يقطعوا عليه بولة يريجون أن يضربوه يريجون أن يهجموا عليه كيف يقطعوا عليه بولة؟ يريجون أن يهجموا عليه هذا نهي عن المنكر أو ليس نهي عن المنكر ومنكر فضيع منكر عنني والذين نهوا فرد أم جماعة جماعة ومن هم صاحب صاحب الآن نريد كأن هذا الذي فعل المنكر بقى في المسجد هم أهل المنكر في كل بلاد وأحيانا يكثروا عددهم أحيانا يكون عشرين ليبقوا في المسجد ما الذي حصل لنفسية فاعل المنكر تجاه الصحبة كريهم وأبغضهم كما الآن يبغض الناحي عن المنكر ويكره كان في نفسه شيء منهم لكن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل قال دعوه على المنكر نعم نحن لا يهمنا المنكر كثيرا يهمنا هذا الشخص كيف ننقذه من المنكر حتى لا يفعله مرة أخرى يجب أن تكون نيتك هذه كيف أن نجيه وأخلصه من المنكر حتى لا يفعله بقناعة بقناعة هي هو دعوه يكمل بوله دعوه يجب أن يفعله مرة أخرى أحسن الأسلوب أحسن الأداء من يقصد من يقصد ولا ترحم معنا أحدا الذين ما يقصدش الناس الناس ما شافهم مش الذين كانت في طريقتهم شيء من الجفوة مع أنها هي غيرة محمودة غيرة على ماذا على مسجد غيرة على ماذا أن لا يفعل المنكر فهذا درس وتعليم لكل داعية يمكن أن تنهى عن المنكر بأسلوب الليّن فقول له قولا ليّن يمكن أن تنهى عن المنكر دعوه يكمل بوله يمكن أن تنهى عن المنكر يا أخي هذا المكان لا يصلح أحياناً إنسان يشوف أحد يدخل يغلد له كقول في كل دقيقة ترتكب إثم وتضيع ومش عارف إيش وأنت كيف تصلي وانت بالشكل هذا رائحتك كاريه يغثّر له كاريه يقول المصلي لا المدخن أنا لن أترك التدخين حتى قال بعضهم يعني رأى رجل يدخن في السوق قال أنت كافر أو مسلم قال لا أنا أيهودي الخطأ من 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 يريد أن ينهي وليس من صاحب الفعل فرعاه رجلاً آخر وعلم أنه غضب من هذا لأنه أغلظ له القول فجاء إليه وقال يا أخي أنت أبتلاك الله بالتدخين جليت بالتدخين فما عليك إلا إذا أردت أن تدخن لا تدخن في المسجد أخرج إلى أي مكان ودخن فيه رغم أن الدخان مضر بصحتك ومغير لرائحة فنسأل الله أن يعافيك ماذا فعل الرجل؟ الرجل ما هو ملتزم قيل أنه كان يدخن حتى في رمضان مباشرةً أخذ السجارة وأطفأها دون أن يردع اللعب فقضية الدعوة كيف تكون؟ أسلوبها، داؤها هذا أمر مهم تخيل يعني أنت تنهى عن الزنا ويجيك واحد يقول لك لا أنا نبي آية ولا حديث يقول الزنا حلال أبحث لي بكتالي كما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم حاول ما أغلظ له القول أتحب ذلك أتحب أتحب استعمل معه كلمة أتحب لأنه يعالج قضية يحبها الشاب فانظر حتى الأسليب والألفاظ التي استعملها فالمنكر يريد مبضع جراح ماهر يزيل الفيروس بسهولة دون أن يجرح بقية الجسد وما أجمل أن تكون هناك آلة حديثة يأخذه كلمة نقول إحنا إيش شفط يعني يشفط هذا الفيروس ويخرجه دون أن يفتح أصلا وهذا يتطلب معايشة مع آيات القرآن ومعايشة مع قضية المنكر في إزالته في السنة النووية ومجالسة الصارحين كيف كانوا يتوددون إلى الناس بعض الناس قال والله إذا رأيت أحد الناس على منكر أقمت الليل من أجله وأقول يا رب أنا غداً أواجه هذا العبد المسكين عبدك الذي خلقته بيدك وأنت الذي ترزقه وأريد منه أن يدخل الجنة ويبتعد على النار فأعندي على ذلك يا رب من أجله يا رب ثم قال أتقدموا في النهار فأنصعوا فيستجيبوا لي نحن نريد هذه النفسية تكون موجودة عند الناهي عن المنكر والآمر بالمعروف نعم